السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اللي بنتكلم فيها عن اللغة السواحلية ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس جديد وهو الفصائل كلمات او مفردات اللغة السواحلية بتنقسم مجمعة في سبع فصائل كل فصيلة من هذه الفصائل بها مجموعة من الكلمات تشترك في صفات معينة فعندي اول فصيلة اسمها فصيلة ام و بيسموها فصيلة الكائنات الحية او فصيلة الاشخاص بتسمى بهذا الاسم نظرا للاسماء اللي بتندرج تحت هذه الفصيلة معظمها مش كلها مجمعة معظم هذه الاسماء تشير الى الاشخاص او الى كائنات حية فصيلة ام و الاسم بيبدأ في الحالة المفرد بالام وفي حالة الجامعة بيبدأ بوا زي مثلا اما اقول امتو امتو بمعنى اه رجل او بمعنى شخص في الجامعة هقول واتو بمعنى اشخاص اه طبعا الفصيلة زي ما قلنا ان هي بيندرك تحتها اه الاسماء التي تشير الى اشخاص او الى كائنات حية بس مش بالضرورة ان كل الاسماء اللي بتندرك تحت هذه الفصيلة تكون تكون كائنات حية او اشخاص اه عندي بعد كده فصيلة ام مي فصيلة ام مي دي بيسموها فصيلة الاشجار والنباتات طبعا لان معظم الاسماء اللي بتندرك تحتها تحت هذه الفصيلة اه تشير الى نباتات او الى اه اشجار اه مثلا اه ممكن اقول ام ناسي ام ناسي ام ناسي بمعنى شجرة الاناس ممكن اقول ام زيتوني ام زيتوني بمعنى شجرة الزيتون وطبعا باين قد ايه مدى تأثر اللغة السوحلية باللغة العربية في اه اكتراض الكثير من الكلمات اه ومن ثم فانها يعني اه اللغة السوحلية اه سهلة جدا على الدارسين اه العرب او المصريين بشكل اخص في تعلم هذه اللغة سريعا امثلة على فصيلة اه امثلة على فصيلة ام مي في حالة الجامع اما اقول مي ناسي او مي زيتوني بمعنى اشجار الزيتون او اشجار الاناناس بعد كده عندي الفصيلة الثالثة بيسموها فصيلة كي في فصيلة الاشياء الجامدة او التصغير لان برضو الاسماء اللي بتندرج تحت هذه الفصيلة غليبيتها اسماء جامدة وايضا هذه الفصيلة تسمى بفصيلة التصغير اه الاسم في اللغة السوحلية لو عايزين نصغره زي التصغير اللي في العربي بالزبط بآه نضعه في هذه الفصيلة ونجري عليه ما يجري ما يجرى على هذه الفصيلة فمثلا ممكن نقول كيتو 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 بمعنى شيء ممكن نقول كيتي كيتي بمعنى كرسي او فيتي بمعنى كراسي او معنى مقاعد بعد كده عندي فصيلة اسمها فصيلة ان بيسموها فصيلة الاسماء المقترضة نظرا لان غالبية الاسماء اللي بتندرج تحت هذه الفصيلة اسماء مقترضة من لغات اخرى فصيلة ان فصيلة لها وضع مختلف شوية اه مش ضروري كل الاسماء اللي فيها بتبدأ بان في اسماء فيها اه خاصة في اسماء فيها خاصة الاسماء المقترضة اه ما بتبدأش بان وبرضو الاسم المقترض في هذه الفصيلة بيبقى لي شكل واحد في حالة الافراد وفي حالة الجامع يعني مثلا عندي كلمة شاوري شاوري بمعنى نصيحة او مشورة مقترضة من اللغة العربية اه الكلمة دي اه ممكن تمشي مفرد وممكن تمشي جامع بدون اي تغيير فالكلمات التي تندرج تحت فصيلة ان شكلها واحد في حالة الافراد وفي حالة الجامع واللي بيحدد الافراد او الجامع هو السياق وبعض اللواحك اللي هنتعرف عليها فيما بعد بعد كده عندي فصيلة اسمها فصيلة جي ما فصيلة جي ما بيسموها فصيلة التكبير بحيث ان لو في اسم وعايز اقبره اه اه احطه في هذه الفصيلة هذه الفصيلة بتبدأ في حالة الافراد بجي وفي حالة الجامع بمع مثلا عندي اه كلمة اه امتو امتو اللي هي اساسا من فصيلة ام و اللي اتكلمنا عليها قبل كده بمعنى شخص او انسان لو انا عايز اقبره او اعزمه هحطه في هذه الفصيلة بدل ما اقول امتو هقول جيتو جيتو بمعنى عملاق عملاق امتو بمعنى شخص عادي بعد كده عندي فصيلة اسمها فصيلة او والفصيلة دي بيسموها فصيلة اسماء المعاني فصيلة اسماء المعاني زي مثلا اوامنيفو اوامنيفو بمعنى الصدق او الامانة زي مثلا اوبيندو اوبيندو بمعنى الحب او العشق فصيلة تقوم من الفصائل اللي لها وضع وشكل خاص لها وضع خاص زي ما قلنا بحيث ان الاسماء اللي بتندرك تحت هذه الفصيلة منها ما هو ثابت في حالة الافراض والجمع يعني شكله ما بيتغيرش في الجمع عن الافراض بيبقى ليه شكل واحد وفي اسماء اخرى بيتغير شكلها في حالة الجمع عن حالة الافراض وطبعا هنتكلم عنها بالتفصيل بعدين بعدين بعد كده عندي فصيلة اسمها فصيلة كو فصيلة كو كو في اللغة السوحلية من من الفصائل الهامة جدا في اللغة السوحلية فكو هي كو المصدرية يعني ان كو هو التركيب المصدر في اللغة السوحلية مثلا عندي الفعل سيمة سيمة بمعنى قال عايز اجيب المصدر منه هحط قبل الفعل قبل جزر الفعل كو المصدرية هيبقى كو سيمة بمعنى القول وبرضه لكو استخدام تاني مهم جدا بتستخدم للاشارة للمكان للاشارة للمكان مثلا عندي هوكو هوكو بمعنى هنا كو لا بمعنى هنالك وبكده نكون خدنا كابسولة بسيطة عن فصائل اللغة السوحلية وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد ودرس جديد وLearn Takeaway هكونا متعطع